اشتركوا في القناة وطلج نحيه حوالي ثلاثة أمتار ونصفة كمان لديه منقار كابر جدا بطول يتراوح ما بين ثمانون إلى خمسون سنتمترا وربما بسبب الحجم الثخم يصب على البجع الدلماسي التحرك على الأرض ولذلك فهو يمشي ببطء شديد على الأرض بمساعدة بعض القفزات ومن الجدير بالذكر أيضا أنه أثناء البحث عن الأسماك لا يغتس طير البجع الدلماسي بالكامل في الماء بل يغرق منقاره لبعض الوقت فقط نسر البحر السيلر هذا صنف آخر من النسور يتراوح طول جسم نسر البحر السيلر من 105 إلى 112 سنتمترا بينما طول جناح الواحد يمكن أن يصل إلى حوالي 70 سنتمترا وفيما يتعلق بالوزن يختلف من 7 لما يصل 9 كيلوغرامات والنظام الغذاء الرئيسي لنسر البحر السيلر يرتكز على الأسماك ولذلك فإن هذا الطائر مرتبط إلى حد كبير بشاطئ البحر حيث يمكنك أن تجده بكثرة وكما أن هذا النوع يخضع للحماية في العديد من البلدان ويمكن العثور عليه بشكل كبير في روسيا واليابان النسر الرمادي تعتبر النسور أكبر طيور الجارحة على الكوكب بأسره ويمكنك أن ترى ذلك بسهولة من خلال النظر إلى أبعادهم المدهشة يتروح طول الجسم الإجمال للنسر الرمادي ما بين 75 إلى 100 سنتيمترا ويصل طول الجناح الواحد فقط حوالي 85 سنتيمترا ولكن ما يلفت النظر حقا هو فرد الأجنحة حيث تحتل مساحة تصل ثلاثة أمطار ويتروح وزن الطيور الكبيرة من 7 إلى 12 كيلوغراما وربما على وجه تحديد بسبب الحجم الذي لا يصدق فإن النسر الرمادي يصبح موضوعا للعديد من الأساطير وألعاب الكمبيوتر وعلى وجه الخصوص في الأساطير الشرقية النسر الذهبي هذا الطائر هو الأكثر شعبية في فصيلة النسر والكثير من الناس يحبون النسر الذهبي والذي يمكن أن يعتبر بجدارات والطائرة حيث يتروح طولهم من 93 إلى 176 سنتيمترا وطول جناحيه يصل مترين ونصفة بينما الوزن يتروح عند الإناث ما بين 3.5 إلى 6.5 كيلوغرام في حين أن الذكور يتروح وزنهم من 2 إلى 4 كيلوغرام وغالبا ما تستخدم هذه الطيور في الصيد وتعتبر النسر الذهبي من الأنواع المحمية بسبب انقراضها الحاد من بعض المناطق التي كانت تعيش فيها من قبل طائر القطرس يصل طول جسم طائر القطرس حوال 170 سنتيمترا والسمة الرئيسية لطائر القطرس أنه يحتوي على أكبر جناح بين جميع الطيور بطول يصل 325 سنتيمترا والشيء القوي الذي يتميز به طائر القطرس هو المقهر الذي يسمح له بالصيد بسهولة كما أن هذا الطائر يتغذى بشكل رئيسي على الأسماك والرخوية والقشريات ويمكن أن يرافق طائر القطرس سلك السفن التي تقاول بودي آلاف الكيلو مترات من الساحل بومة السمك لقد يتدنى على حقيقة أن البومة ترمز إلى الهدوء ولكن بعد رؤية هذه البومة يمكن للمريب تأكيد أن ينسى معنى السلام لأن طولها يتروح من 51 إلى 63 سنتيمترا وطول جناحيها يصل 150 سنتيمترا بينما وزن الجسم يصل إلى كيلوغرامين ونصفة والفريسة الرئيسية لهذه البومة هي أيضا الأسماك ويعود السبب في ذلك على وجه تحديد لعدد من الخصائص وبما أن الفريسة تحت الماء فلا يمكنها سماع بومة السمك حيث أن أجنحة البومة خالية من النعومة المعتادة ويصعب عليها أن تطير بصمته ولهذا السبب أيضا تتمتع بومة السمك بحاسة السمع القوية طير شابنم لقد حان الوقت للحديث عن ثاني أكبر طير في العالم بعد النعام يعجز عن الطيران يتميز طير شابنم بخذوذ قوية فوق راسه وفيما يتعلق بالطول قد يصل عند الطيور الكبير إلى متر وناسب وفي الحالات نادرة يصل إلى مترين بينما الوزن يصل حوالي ستون كيلوغراما ويعتبر طير شابنم أكبر طيور في أستراليا كما أن جميع أنواع هذه الطيور غامضة جدا ويفضلون العيش في عماق الغابات بعيدا عن العين البشرية وتكون فترة نشاطهم الأكبر في الليل ولهذا السبب بالذات لا يتم تحقيقه في جميع أنواع طيور الشابنم بما فيه الكفاية والكثير منهم يحبون الاختباء